تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره روسي في الأديمير بوتاني وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية ومستجدة التصعيد في قطع غزة حيث تم استعرض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين التوافق على أهمية تغليب مصار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وغلوية الحارس على حماية المدنيين ومنع استهدافهم وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة كما تفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة لا سيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشعاعية الدولية المتفق عليها